بامي برضو رائق في تأهل النادي الآلي والشكل اللي ظهر به ويمكن أستاذ موسم بيقول إن فيه ناس مستقلة الناس اللي ممكن بتكون بتحلل بشكل ما بشكل بتكون عقلاني في كرة القدم بتقول النادي الآلي كان هو عايز المطش يمشي كده لا هو النادي الآلي الحقيقة يعني من فترة موشيماني هو بيلعب المباراة بمباراة كل مباراة لها ظروفها وكل مباراة لها طريقتها وكل مباراة لها التكتب بتاعها وسيناريو بتاعها دي يعني زي كده العامل أو الناس اللي بتبقى يوم بيومه فالنادي الآلي ماشي بالطريقة دي يعني إلى حد ما نجحة يعني نجحة مع موشيماني النادي الآلي في المباراة اللي فاتت قدر إنه هو يحط الفكر بتاعه من قبل بداية المباراة وكان واضح جدا طريقة اللعب رامي ربيعة إنه هو هيبقى ليه دور معين في المباراة ومشيت على مدارة سعين ديقة لكن برضو خليني نقف عند يعني مباراة الترجي مش مباراة سهلة أو مباراة ببسيطة يعني يعني طبعا آه يعني دي مهم آه ده مهم جدا إنه برضو لازم نقف يعني مباراة الترجي تعرف؟ الناس ممكن تقولك الآلي ممكن حظوا راكب بشكل كبير الترجي لكن الجو الملعب كتسيد والجهاز الفني واللعبين الزبط لا الوضع بيبقى مختلف مختلف خالص يعني ممكن أنا أختلف مع أستاذ محسن في موضوع الترجي وبلوزداد لأ أنا كنت أفضل إن بلوزداد يبقى هو الأفضل يعني هو اللي يواجه الأهل يعني الترجي يعني مواجهة الأهل بالنسبة له بتبقى مواجهة هو بيحبها واللعيبة بتاعته بيبقى نفسيا كمان تعاملها مع اللعيبة المصريين والفرقة المصرية الترجي بيبقى راكب شوية أعلى إلى حد ما فيه برضو جزئية إن الترجي عنده أولوية في المورال الأولى إحنا طبعاً هيلعب إحنا نلعب المورال أولى في القاهرة لا فرادس المورال أولى في فرادس المورال تانية في القاهرة فدي برضو يمكن أولوية بالنسبة للترجي إنه يقدر إنه يحقق نتيجة أكيد إيجابية في المرة الأولية أو في التايم الأول دي كلها أمور أنا كنت حابب إن بلوزداد تبقى أفضل لنا يعني إن إحنا يعني يبقى غير الترجي التنسي ده وجهة نظري